في الصحراء ما بين مارب والجوف معارك عنيفة تدور رحاها بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي المعلومات القادمة من الميدان تفيد أن المعارك اشتدت عقب سيطرة الميليشيا على أجزاء واسعة من معسكر اللبنات الواقع ما بين الجوف ومأرب مع استمرار المواجهات في الجهة الغربية للمعسكر وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين سيطروا أيضا على منطقة المزاريق بصحراء خب والشعف وقطعوا الخط الصحراوي الرابط بين اليتمة ومأرب الجهة الغربية من المحافظة تشهد هي الأخرى معارك عنيفة وبحسب المصادر الميدانية فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة في سلسلة جبال هيلان غربي مأرب وأضافت المصادر أن المعارك استمرت حتى فجر اليوم في ظل غياب شبه تام لطائرات التحالف يأتي هذا التقدم للجيش في وقت تشن ميليشيا الحوثي هجمات واسعة ومتعددة على مديرية صرواح في محاولة منها للتقدم باتجاه المدينة في المقابل تخوض طائرات التحالف معركة عبثية ومنفصلة مع ميليشيا الحوثي وذلك بعد الإعلان عن بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي المتحدث باسم التحالف ترك المالكي قال إن العملية تهدف إلى تحييد وتدمير القوات الصاروخية لميليشيا الحوثي التي وصلت بالأمس إلى العاصمة السعودية الرياض هذه العملية دشنت بسلسلة غارات على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء سبق لطائرات التحالف وأن قصفتها عشرات المرات ترجمة نانسي قنقر